شباب معكم مستر مصطفى السيستنت مستر عيسم إن شاء الله الله تنكمل مع بعض حولي معاصر وش على الامتحان الروابع بإذن الله سوا خلونا نتضبط بيقول لك إيه ده سؤال عبيت بيسألك إيه التوصيلات بتاعة الفولتميتر والأميتر نازل تبقى عارف إن الإيه إن الأميتر بيتوصل إنما الفولتميتر بيتوصل إيه بيتوصل طيب يبقى كده إيه تبقى الإجابة الفولتميتر يتوصل يبقى إيه فكرة السؤال ده خلينا نشوف السؤال البعض سؤال راكم اتنين في الملتري بيتمت على التنستي وكلمانيشن مع بعض مع كلمانيشن ده أحسن حاجة في الليزر نوى عنده الكمبوننز بتاعة الليزر أو الليزر فوتونز كله وربعا كلمانيشن يعني عندها بتمشي كلهم في وان دايريكشن والإنتنستي بتاعتهم ما بيحصلناش بتفضل نفس الخط فيبقى كده تدمير المدافع بتاعنا بتاعتنا بيعتمد على بتاعت لازم نخلي بالنا منها شوف السؤال البعض بيقول لك بتاع الترانسفورمر كان بي دابيو يبقى بتاعك هيبقى ايه هيبقى بي دابيو مفيش ان هنا قال لك يعني يبقى أنا جيت هنا سميت لك ان الباور بتاعك اسمه سميته بي دابيو بي دابيو عشان هي اي دا فتبقى الإجابة دي طيب شوف السؤال البعض نيجي لسؤال رقم اربعة بيقول لك ايه سؤال رقم اربعة بيقول لك وعندك 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 عايز بتوين على طيب كيف قانون المستخدم ان الكيو ايقوال سي في تمام طبعا وعايز يبقى يقوال يقو على في يبقى كده عبارة عن وعبارة عن على تعال نجيب سي وان كده سي وان اتبع عبارة عن ايه تلاتة على خمسة اه تلاتة خدت الخمسة يبقى تلاتة على خمسة دي كده سي وان سي تو اتبع عبارة عن ايه عبارة عن خمسة على خمسة اه خمسة 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 على خمسة طيب هو عايز مين باعيس سي وان على سي تو. بقى سي وان لقى تلاتة على خمسة. على سي تو دي هنروح مش اقلي بينها. فالليه عمل طب لايش اقلي بقى بخمسة على خمسة. تلاقي خمسة طارت مع خمسة. بقت تبقى الاجابة ايه? سي. طب واحد كان يقول لي فتبقى على طول. اه. انا كان ممكن اعمل كده. بس انا ليه عملت التاني. انا عملت التاني عشان لو الاركام ما كانتش زابعة. انا هنا حظ يحلو كانت خمسة على خمسة. لو كانت مختلفة يبقى انت عندك الفكرة ده ومتدرب عليه. ان انت في ممكن تخليه بس تقلب الايه? حتى في المسيح. بس ايه الفكرة كل هنا ان انت تستنتج ان انت في شابتر فور ولازم تستطيع عارف قانون وفي متساوي سي في حالة الكاباستور. طعب. شوى السهل بعد. شوى رقم خمسة. بيقول لك اه كونتين اه موينج جسل اه موينج ماشي. زين بتاعك ايه? موصلته بارشانت باتنين. ارشانت باتنين عوم. لقيت انه حصل للكواردر. تعرف انا حلوة السؤال ده ايه? انا خليك تستخدم الماجيك لو بس مش اي ماجيك لو. الماجيك لو بتاع الاميتر. قولي وفي ماجيك لو للاميتر. قولك اه في ماجيك لو للاميتر. انه كنا بنقول ان الاي بتساوي ان اي جي. فبالتالي ساعتها الار جي بتساوي ان مينوس وان في ار اس. ايه انا خليها على كام? يبقى الان بتاعتك بي يعني كده الاي بتساوي اي جي على الاربعة. حلو. يبقى كده معناها ان الار جي ايكوال تعمل ان مينوس وان يبا اربعة نص. واحد بتلاتة? تلاتة ارشانت. طب انت ارشانت عندك بكام معنات باتنين. بتلاتة في اتنين بستة او. شوف لو انت عارف الماجيك لو هيحل لك حاجة كتير جدا. سواء كان في اميتر في فولت ميتر. سواء كان في اميتر او فولت ميتر او اوم ميتر. عشان في ناس فاكر ان الماجيك لو في الاميتر بس. لا ده موجود في الاميتر والفولت ميتر وبيحللك المسائل بسهولة جدا طبعا. شوف اللي بعضه? سؤال رقم ستة بيقول بتاعتك the opposite figure represent the relation between frequency of incident light on the surface of a metal or maximum kinetic energy for the emitted electron from the surface. من ديكي الورك بتاعتك الاي وورك بكام? الاي وورك بفور ما خلي بالك انت المفروض تستنتج من تاعتك عبارة عن ايه اصلة? هي النقطة دي هي 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 دي بقى الايه? الصيعة. وورك وون الفريكونسي وون عرفت منين هي الفريكونسي كريتك اللي عشان هو عندها من خط بباطع مع الزيو. بعدها من داخل انا امتلك ان هو هي فريكونسي كريتك. طب بروح لي بقى هنا ثلاثة فريكونسي كريتك. مع كده دي اللي انا نازل بيها. عايز اطلع كم? طيب. طيب انا كده عرفت ان اللي انا مدها لك دي عضلاتك هي بتساوي اتش فريكونسي وان. طيب. انا عايز اجد الكينتك انرجي مش الكينتك انرجي بتساوي الانسلنت نقص الورك فونكشن الانرشي انسلنت نقص الورك فونكشن طيب. انا معي الايه الانرجي انسلنت عبارة عن اتش في تلاتة فريكونسي واحد. ومعي وورك فونكشن بي وورك. طيب مش احنا لسه يعلم لك ان فريكونسي وان دي بفريكونسي كريتك. يعني اكن هنا معي تلاتة اتش فريكونسي كريتك. يعني انا ممكن اقول ان هنا معي تلاتة نقص تديك ايه اتنين وورك فونكشن. ما ديه كينتك انا بشيب الكينتك انرجي بتاعتك يا معلم بتساوي اتنين وورك فانت ببساطة وانت كل اللي هتعمله هتاخد الاتنين تضربها في فور. هتاخد التو دي اللي استنتجناها تضربها في الورك فونكشن اللي هي فور في تن تو دا باور نيجاتيب ناينتين تروح من ديه لك ايت. تبقى الاجابة سي. فكرته صائعة جدا. وايه? حلوة جدا كبان. انت بس تستنتج تبع عارف المعلومة ان النوطة دي دايمان في الكيرف نو النوطة دي اصلا بباس ما فريكونسي كريتك. لو دي عارفها هي دي اصلا كانت مفتاح مسألة. طيب. شو قليم بعده. صور رقم سبعة. ديه لك استريت وير اكس ان ووي ايه is بليزد اه او اف اماجنت. ايه ويتشوف دا شون دايريكشن اتحرك. دا وين دا وير مو. تيرمينال بتاعة اكس عندها هاير الكتريك بتنشيل زين ترمينال وي. هو انا عايز بتاع الحركة. ماشي. بقى انا استخدم معاك بتاع البي من ان الاس. معاك الخبرك ان هو بيقولك ان انا عارف الانديوز دي كارنت بيمشي من اللو بوتنشيل لي الهاي بوتنشيل. يعني كده هو بيقولك الاكس هي العالية بقى او كان جاي من الواطي العالي. من واي الاكس. بقى كده. من الاس والكارنت. الكارنت كده. الفيلد من الاس. فتستخدم فليمينج فليمينج فليمينج. عندك البي من الاس والكارنت من واي لاكس. فتلاقي ان البي بتاعت الاف بتاعتك نزلت لتحت. اللي هو دي. لقى ان الفورس نزلت كده. تبقى دي. تبقى الاجابة دي. يبقى دي فكرة دي. السؤال ده. اللي هنشوف السؤال بعده. نيجي لسؤال ركم تمانية معانا. بيقولك ايه? سؤال ركم تمانية. بقول لك انت بابزة الالكتريك سيركت. ده فولت ميتر ريدنج ايه? الفولت ميتر قدامك ده? خيارة ايه? واحدة واحدة جده. تبقى نشوف الديريكشن بتاع بابطوريات. الكارنت تطلع من هنا. والكارنت تطلع من هنا. فاضح جدا انهم هيت ايه? هيتقبلوا. فطالما هيتقبلوا يبقى انا ممكنه. اروح اجيب اي توتل. بتساوي في بي. وان ماينس في بي تولاية 18 وانا 16. على مجموع الارات اللي هي اتنين زاد واحد. اللي هي كام باثنين امبير. يبقى انك هيجبت الاي توتل باثنين امبير. طب هوا الفولت ميتر ده متركب على ايمين? متركب على التمنتاشر. هوا الفولت ميتر ركب على الوز بتاعت التمنتاشر. هيقرى ايه? هيقرى في بي مينس اي ار. بي مينس اي ار. يبقى عندك التمنتاشر. نقص اتنين في اتنين. انا كنا بتقول تمنتاشر نقص اربعة. تمام? تديك اربعتاشر. تبقى الجباية. في ناس هتفكر كده. تمام? بالطريتين شفت الموضوع سهل جدا. في ناس تفكر هتقولك ده مش معنى ركبت الفولت ميتر على تمنتاشر. ما انا ممكن ركبه فولت ميتر ده على الاثناشر. هقولك قوي 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 عادي. بس فكرة كلها تخلي بالك ان الاثناشر هي بتتشحن. هتقرى في بي بي بلوس باي ار. اعود هتطلع لك نفس الناتج اتناشر زايد اتنين في اتنين. هتوديك الاربعتاشر. مش هادي لازم. الفكرة كلها اصل ان انت توصل بس نوتة ايه. ان انت عندك بطريتين عرفت ان واحدة بتشكن التانية فتبدأ تستخدم اومزلوفر كلوسر كت ليه. طيب. شوفوا السؤال ما نجلس في رقم تسعة بيقولك عندك Paper 2 Concentric Circle Coils or perpendicular to each other. ماشي. ادي 2 circle coils perpendicular to each other. دافست فيها اتنين امبير. ماقولك يبقى البي بتاعتك اخلص منها تعال نروح نجيب فاضح نعم نديك كل حاجة ليه الاولاني تعال نروح نجيب عندك الميوب بفور باي تن تو دا باور ميجدو سبن في النمبر افترنس خمسين في الكارنت اتنين على الريدي ستناشر اما اشتغلش باتناشر يبقى بتو والفتن تو دا باور نجيب تو على نحسف دي سوا يبقى فور شفت بايف تن تو دا باور ميجدو سبن خمسين في اتنين على تو في تن تو دا باور نجيب تو تطلع لك زيرو تلت صفار كده بي وان ببص على الدايرة التانية لقيته برضو مديني كل حاجة ليه فتعويض فور بايف تن تو دا باور نجيب سبن كلام دا نمبر افترنس مية الكارنت في خمسة كمام والريديس بخمسة يبقى تو في تن تو دا باور نجيب تو تعال نروح نحسف دي يبقى فور بايف تن تو دا باور نجيب سبن مره دي في مية وي في خمسة وتحت عندك اتنين في خمسة تن تو دا باور نيجيب تو لعلك زيرو وينت زيرو زيرو سيكس كمامكم ماشي دا كان كده زيرو باينت زيرو زيرو سيكس حلو دا كده جبت بي وان وجبت بي تو طيب هو مجبسة الدياريكشن فانروح جمعينهن مجبسة الدياريكشن فنفرض انهما نفس الدياريكشن فعمل لهم بلاس اعمل راكمين دول بلاس على الكالكلياتور يطلع لك زيرو بوينت زيرو زيرو سيكس و سبن لا بروسمية يعني زيرو بوينت زيرو زيرو سيكس طبعا امتحنا اخر السنة يوجي سؤال زي كده لازم يبقى موضح مما نفس ال direction ولا لا بس سؤال لك concentric to each other فاعتبر انهم ايه نفس ال direction شو السؤال بعده سؤال رقم 10 بيقول لك if the radius of the first orbit مديك ال radius by 0.5 in gastro يبقى 10 to the power negative 10 then the speed of the electron عايز ال speed عايز السرعة طيب انا هنا ممكن استخدام ايه هو ده مديك ال radius بتاع first orbit طبعا انا هنا ممكن اقول ان 2 by r equal in lambda انت انا عندك 2 ال by radius 0.5 3 to the power negative 10 اللي انه قال لك قربة واحد يبقى في lambda من هنا اتجيب الايه lambda يبقى 2 shift by 0.5 3 to the power negative 10 الكلام ده بيساوي ال wave lans تفهم ان انا اتجيب لي ال wave lans تقول لي اتستريدي بال wave lans اقول لك تعال ده بعد 3.33 10 to the power negative 10 كي انا جبت ال wave lans بعد كده وعايز ال velocity مش انت ااخد ان ال wave lans دي بتساوي h على mv تمام طيب ما انا معي ال wave lans ايه المفروض بتساوي h 6.625 10 to the power negative 3 34 على ال m الى 9.1 10 to the power negative 31 الكلام ده فيه من هنا اتجيب لي الايه من هنا اتجيب لي الفلوسطر فانقولها تاني كده انا معي ال wave lans بس 3.33 10 to the power negative 10 تمام الكلام ده بيساوي h ل 6.625 10 to the power negative 34 على الماس لو 1.6 10 to the power negative 19 مضروب في الفلوسطي اتجيب الفلوسطي اتطلع 2 186 194.273 لو اعملها خلي بقى الكالكوليتر بتاعتك سانتفك تطلع لك 2.2 10 to the power 2.2 10 to the power 6 اللي اقرب حاجة 2.1 10 to the power انا ما حصل بتاع الكالكوليتر فالكتا هتنزيل لك 2.19 10 to the power 6 بقى دي فكرة اللي ايه بس اقلبها الناس هتتلغبط فيه ناس هتروح اول حاجة تستخدم على ده واعتمد اللي معها wave lans وهو لاحك عليك هولدو لك ده الradius بتاع الأربع ورحت اقربت 2.4 1.0 لابن المضا بعد كده طبطت الطموم بتاع دي بروليا ويتعالى ويتش هتروح على mv فهذه فكرة السؤال فكرته حلوة اشوف اللي بعد نجل السؤال أشبك بيقولك ده أبزي تفكر شو أسير كل الكويل الرديز بتاعك 13 سنتيمتر أشتغلش بالرديز بطرفة 10 to the power negative 2 أشتغلش بالسنتيمتر تمام النمبر أوف تورنز بتاعتك ب10 وميه من ديكل بلوس تيب 1.42 من ديكل بي ب0.42 وطالب الإيميف لما يكون هافة أف دا أف دا كويل قوى المغنيتك في الكويل هتعمل معه إزاي هستعد الفراضي من اليم ما في كويل نفط وفكلي الدلتا فاي دي الاف بي طيب مع النامبر أوف تورنز ب10 فكلي الفاي لي أريا باي في R سكوير ليه 14 الكلام دا سكوير خلي بالك هو قال لك نص الأريا فانت ضربها في نص ده بالنسبة الأريا في البي البي ب0.42 طيب بقى لك مين هنا انت مش عارفه هو دا فكرة السؤال أصلا محلوط الموضوع دا هتبقى لك بص هو هنا ركز في الرسمة كده وداخل بسرعة كام داخل بسرعة والمسافة اللي مشيها جوه هي الريديس فالريديس اللي هو 14 فده ممكن اعتبره مش احنا اخذنا خالص في أول حاجة في ان الفلوستي بتساوي على تايم طب انا هنا لو عايز تايم يبقى تايم بيساوي على فلوستي طيب تعال بقى شيل بقى دي وحط بداية على فلوستي الديستنس بتاعتك هي الريديس اللي 14 على الفلوستي اللي هي 1.42 خط الخناية دي كلها على الكالكليتر بحسبها وتطلع معك 1.5 دي فكرة السؤال ده فكرته حلوة في حتة ان الفلوستي بتساوي ساعة طيب فنخلي بقى لنا من الموطة دي خلي نشوف السؤال اللي بعده اتناشر بيقول لك ده نمبر وبدأ متة فوتون دي هتلاقيها فين عارف انت المجلة في شابتر 5 احنا كنا قايلين في حتة الفلوس دي شوية فكات كان ايه شوية الفكات دي ان اتنين هي هي الفلوس هي هي اتنين على سي هي هي اتنين اتش فريقونسي فين على سيف تي ما ان على تي دي هي الفاي ال طب من هنا انا قدر اوصل برضو اطلاق مكتوبة تحتها ان الفاي ال اللي بتساوي على اتش فريقونسي اللي هي بتساوي ان على تي لها كانت الفلوكس او او نمبر فوتون بورساكت فانا من هنا اوصل من الفاي ال اللي بتساوي على اللي هي اللي جابة سينة طيب اللي بتساوي على اتش فريقونسي متين ودي تلتمية عشان اوصل لربع مية تمام؟ هو قال لك هاتلي تمام؟ طيب يبقى خلينا هنا عند المية هي المية دي عبارة عن ايه؟ مش مية على ربع مية يعني يكن هنا حصل دفليكشن يعني اي جي بقت على الاربع يعني ساعتها كده بتساوي تلاتة طب ما انا معايا الار اكس هنا من اللي تحت احنا عرفين اللي بتحط يبقى اتناشر الف يبقى اتناشر الف بيساوي تلاتة فيه طب ما انا من هنا اقدر اجيب الار دي بايس امحا من الار دي بايس اطلع لك اربعة تلاتة بس كده كده جبت ال ايه الار دي بايس اي الفكرة كلها ان انت بس تستنتج فترح جاري مع اسم الديفجنز وتعرف اوه تبص هنا ده المية على الربع مية طب كده الديفجن اقل للربع يبقى اي جي على الاربع يبقى ساعته ار اكس بتساوي تلاتة يبقى دي فكرة ال ايه السؤال ده بدا نجو بالله بعده سؤال راكم فورتين طو متال واير ضابل ماشي اندار هلو عايز بتوين دي طبع ما قال لك يبقى على ضابع عايز ما متوصلين من نفس البطارية فبقى عايز على يبقى على يبقى على طيب طيب الارتو غطان اشيلا غط بدا لها اتنين ار تو بدي يبطير مع دي بايت بقى طيب الاجابة دي فكرة ال ايه شوال ده سهلة انت بس تستنتج ان انت قانون باور بي سكوير على الر عشان هم متوصلين طبع نشوف اللي بعد بيقول لك مديك السي بمية على تسعة مايكروب هو مديك السي مديك الار اكس سي معلم مش الاكس سي وان على تمام يبقى وان على الفريقونسي مية وخمسين على باي اللي هي مية على تسعة يبقى تلتمية يبقى الاجس سي بتلتمية او مش من هنا ممكن تروح تجيب لي الزد اه هي الزد كانت عبارة عن ايه عبارة عن روت ار سكوير زاد اكس سي سكوير طيب عبارة ار سكوير اللي هي ربعمية سكوير زاد اكس سي اللي هي زاد تلتمية سكوير يبقى يدي لك خمسمية طيب كده انت جبت بخمسمية بادي فكرة اللي هي السؤال ده هلنشوف اللي بعد سؤال رقم ستاشر بيقول لك ده 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 مين اللي بيسأل مين المسؤول عن هننتفق هننتفقى ان المسؤول عن هننتفق هننتفقا هننتفق الهن هننتفق هننتفق تانية حاجة عن طريق والفكسيشن بروسوس دي الفكسيشن بروسوس دي كنت بستخدم سفر الكويلز with a small angle between them عشان حول من يوني الى DC بادي فكرة ايه السؤال دي هلنشوف السؤال بعض السؤال رقم 17 يقول لك in the object circuit if the polarity of one of the two cells is reversed طيب واحدة وهنا كان اللي بيحصل في الاول في الاول قبل معكس كان عندك كده فها في الاول كان بتاعك جايي نتيجة ايه minus طيب بعد المعكس يعني خلي ده وساعتها كده هيبقى في نفس الاتجاه فساعتها كده هتابع بوارع عن plus فهم كده اللي حصل كانت في الاول minus كانت البطارية بتشحن التانية دلوقتي بقى البطارية تين بيقوام السيركت فكده الاي total بتاعتك اللي حصل لها انها هتزيد انه بدل ما كانت minus بقيت ايه plus عشان ال V B كده هتزيد يبقى كده وي هتزيد شوف اللي بعد ساركم تونتاشر بقول لك ان ده ابزد فجر if the light source is switched on the ratio between light and tennesty of the beam عند نقطة X ل light and tennesty of the beam عند نقطة Y خلي بالك هنا ده الايه سكوير لو ان ال white light وبايز وبايز inverse سكوير لو سكوير لو ايه العلاقة ما بين الاي inverse مع مع يعني ايه كده انا عايز على Y يبقى بتساوي distance Y square على distance X square عبارة عن كم عبارة عن 2D يبقى 2D square على distance X عبارة عن D square طيب 2 to the power 2 اك انك بتقول 4D square على D square طير D square مع D square فتطلع لك 4 over 1 يو الاجابة بيه السؤال ده كان يبقى حلو انت لو قال لك laser لو laser كانت هتبقى 1 to 1 من laser doesn't opain versus square ده ماينة هو كان جابة white light عادي جدا فالبعد سؤال رقم 17 بقول لك rectangular coil dimension بتاعته 80 40 يبروحات area 80 40 10 to the power negative 4 عشان امشتغلش بال centimeter square ما انت هتاخد 80 في 40 3 centimeter square احول من centimeter square to meter square كده انا جبت area ومديك number of turn 250 ويمدي لك B 0.6 Tesla ومدي current باربعة همبير بيقول لك عايز يبقى اكتب بيساوي تمام اه وينزا كويل الزاوية اللي ما بين الكويل والفيلد يبقى السيتا اللي انا هستخدمها بكام مش هاخدها بقى اخد لان احنا اتفقنا كل الزاوية ولاد ناس معادة زاويتين في المانا بتاعت التورك وبتاعت ال فما بين البربندكلر والمجنيتك فيه فانا هم مقالش كلمة بربندكلر فبقى ديز زاوية الكدابة فعمل تديلك كم تديلك طيب بعد كده التورك بزاوية 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 ستة الكارنت باربعة الاريا بتمانين في اربعين في اربعين يبقى دي فكرة ايه السؤال ده خلينا نشوف السؤال اللي بعض نجي سؤال رقم عشرين بيقولك which of the following represented the change in the electric current the pass through the electric part in the opposite circuit versus طيب خلينا في البوستوف هنا هنفرض الاول دايما هنمتلاقي ايسي سورس محوار دايوت يبقى افرض دايما البوستوف عكس البلائيتي طيب ادي البوستوف الكارنت هيمشي كده بالمنظر ده هيجي هيبقى عندك ايه بقى هيبقى دي وان ودي فور دي وان هنا ده فده بقى تمام ودي فور ده بقى بساعتها الكلانت هيعدي من بعد كده اللمب بعد كده ايه تمام يبقى كده ده في حالة الايه البوستوف ماشي يبقى كده ده ما عدي البوستوف طيب تعال جرب تعدي الاوبة الناجتف الاوبة الناجتف يبقى كده الوبة البوستوف هتعدي انا دلوقتي هشوف الق framing هتعدي ولا لا طيب جرب تحط الناجتف ساعتها هم اللي مش هينورو ولكن ودي فبار 300 هيعدي بس الناجتف كده اعتبر طالما عاد دا كده هتحول فيبقى كده انت عندك بنت عريفت الوبة في هو ناجتف هل هتعدي ولا هتبقى زيرو? فهي عدت بالفاليو بتاعتها. فكده بقى عندك وبوستوف 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 وبوستوف. فكده بقى ايه? كده بقى اللي هي بي. تمام? خلي بدك انت ممكن في ناس تحلاف ستلات ثواني تقول لك اه ده متوصلين توصيلة البرج. ده انت لو دخلت كلها سوى ان شاء الله هتعرف ان الديود ممكن استخدمه ان انا عمل مش هافو زي ما انا اخدت في سنة عامة. لأ ممكن استخدمه في على طارين انا اوصله بالتوصيلة اللي قدامك دي اللي هي توصلة البرج. فده تعتبر ده لو عندك المعلومة دي هترحلها على طول في ثلاث سآني وتختارك كيف. لو مش عندك يبقى عدي شوف هيعدي ازاي? وعدي وشوف هيعدي ازاي? فكده البالب هيفضل فيها السم دايريكشن في كل الهاف سايكل. بس كده. شوف اللي بعده. بيقول لك ان ده اوبزت فجر امتاليك رود بن تريد بربند علي اينغنيتك فلوكس لان وزايد فيه دون ويرون. انا او سايكل في دون ويرون. او سايكل دون فرسيه بتاعت الوائر بنشيه بتاعه تساوي اليمه في كل البلدن او شبه. طيب. دلوقتي هو ماشي بنافس الماليك ومحدود جوا نفس الفيلد وهو هو نفس الطول. وخابلك اللي دي هتول مؤتصر بالفيلد. يعني الطول ايفضل زي ما هو الجزء ده المتأثر بالفيلد. فبالتالي كده معلش انت محطوط في نفس فالبي ست. وعندك نفس هو قال لك نفس الفيلوستي. والطول اللي بتأثر بالفيلد هو نفس الطول. فبالتالي الاي ما فهتفضل زي ما ايه? ملقاش علاقة بالرزيستيفي. جبتلي ماتيريال تانية جبتلي ماتيريال تانية. مفيش حاجة هتأثر فيها. هتبقى رمينز كونستن مش هترغير. طيب. خلينا نشوف السؤال لبعضه. دوركم اثنين وعشرين بيقول لك تو كاباستنس C1 and C2 are connected in series. إذا انت عندك اثنين كاباستنس بالمنظر ده متوصلين من ايه? انسيريس. ادي C1 و ادي C2. انسيريس لزيباتريا واقيل لك ايه? C1 اكبر من ايه? من C2. هلو. زين زي ريليشن شب بتوين مين ومين? بيسأل على relationship between the electric potential of one. علاقة V1 اكبر V1 مالهب V2. بيسأل V1 مالهب V2. طيب. شو هم متوصلين series? انا عارف في قانون ان الكيو ايكوال C في V. طيب. هم متوصلينين series يعني الكيو كونستن. فبالتالي العلاقة ما بين C وال V inverse. يعني اقولت لك C1 اكبر من C2. يبقى V1 اقل من V2. عشان العلاقة ما بينهم A inverse. فكيا هدختار الاختيار رقم B ان V1 اقل من A V2. انا بقى دي فكرة السؤال ده بس ان انت هتبقى عارف الكاباستر زي ما هيتوصله. اول حاجة هتبقى عارف القانون بتاع الكاباستر. ان هو الكيو ايكوال C في V. تمام? وان في السيريس الكيو كونستنط. والسيوي ال V A inverse. طيب. شوف اللي بعض. صور رقم تلاتة وعشرين بيقول لك ايه ده ملتبلاير رزيستنس. ان ده فولت ميتر از ناين تايم. قال لك ال V M. ايكوال. آآ سوري ال RM. لما ده ملتبلاير. بيساوي تسعة ناين تايمز R جالفانومتر. طيب. وير VG هي ال POTENTIAL DIFFERENCE. تمام. طيب. ما ده معناقي. عارف اينا نستخدم الماجيك لو. يعني كده ان ما ماينس وان كانت ايكوال تسعة. يعني كده ان كانت عشر. يبقى بالراجعة بساعتها ال V equal. عشرة. ده اللي هو الماجيك لو خلي بالك احنا اتفقنا ان فيه تلاتة ماجيك لو مش واحد بس في واحد للاميتر وفي واحد للاميتر وفي واحد للفولت ميتر. كان قانون فولت ميتر ان V بتساوي N V G. وبساعتها كده ال RM تساوي ان ماينس واحد. ايه R G. ده كان القانون. فهنا هختار تن V G وتبقى الاجابة ايه. ما دي فجيبت السؤال ده نشوف اللي بعضه. تيجي سؤال لكم اربعة وعشرين من الاسئلة الحلوة. يقول لك ده وبزق جراف. اللامضة واحد هي للفيزبل. والامضة اتنين هي اللونجست للفيزبل. طب ما ده كده يبقى ده ايه? يبقى كده الرادياشن اغلبة بتطلع في الايه? في 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 الفيزبل. تمام? طيب. يبقى كده الجراف ده ممكن يبريزنت مين? ممكن يبريزنت السن. او اي ستار. انت عارفها بس اللغبات هنا ان كان يقول لك السن بدل فانا اختار انها زي زي السن. طب ليه ما ينفعش الارس? ان الارس اغلب فيها في الانفرارد. والتنجستين بالب تمانين في الماء فيها في الانفرارد. والهيومن بادي بيطلع بتاعته في الار. انما السن الرادياشن بيبقى نسبة كبيرة في الفيزبل. بدي اعلى واحدة فيهم ايه? يعني هي هي ايه? السن. فهدي فكرة اللي ايه? السؤال ده. فكرته حل. شوف اللي بعده. بقول لك ده وبزد فجر عندك 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 يبقى مديك الايت على جنب بي زيرو بوينت نينتي سيكس. بيقول لك الباور الباور بتاع الساكندري ستة وتلاتين. حلو? وورك ان بوتينشل ديفرنس اربعة وعشرين عايز الانبوت ايه? عايز الانبوت باور. طيب واحدة واحدة مش انا عارف ان قانون الفيشنسي. قانون الفيشنسي. ممكن يساوي على على باور برايمري. طب انا كده عندي الزيرو بوينت نين سيكس. ممكن تساوي الباور ساكندري اللي انا عارفه. ستة وتلاتين وط. هل? والباور بتاع البرايمري ده اللي انا عايزه. فاروح حاطة ستة وتلاتين على الزيرو بوينت نين. تدي لك ستة وتلاتين على الزيرو بوينت نين سيكس. برو يا شباب نين سيكس. هتدي لك ايه? تجيب من هنا الباور البرايمري. يروح ندي لك هنا سيرتي سيفن دوت فير. يبنى كيه جبت الايه? الباور البرايمري. هتطلع معاك سيرتي سيفن دوت فير تبقى اللي اجابة ايه. ده واحد بيفكر بسرعة. في واحد تاني يقول لك ايه? طب ما انا عارف معايا وباور. ما اروح اجيب هنا. تمام? وبعد كده اخش بقى في القانون بتاع الباور. يبقى على الكلام ده يساوي الزيرو بوينت ناين سيكس. انت انا حسبتلي معاك 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 يجيب معاك ياخدها يضربها ويجيب هيطلع لك نفس النادي. بس انت اخدت القانون ان على الباور فدي تنفع ودي تنفع. بس ايه الفكرة كلها في الوقت. شوف انا اخدت ده حسب كم مرة واخد وقتها ايه? وده هنا رماها كده ايه? سريعا يعني. فده تفكير محترم جدا. نشوف اللي بعد. بيقول لك بيقول لك خلي بقى لو عديت الجملة دي كده روحنا ده. الجملة دي معناها انها انها فيها بماكسيمم. ايه دي ودي دايرت رزونانس. عرفت ليه? ان احنا اتفقنا من كلمات الريزونانس ان هو يقول لك اللي الاي ماكسيمم. الاي ماكسيمم. عايز الكاباستور ايكول لايه? طيب. وانا كده معا الفريكونسي رزونانس. اما انا كده ممكن اقول ان بتساوي على معاك الفريكونسي بخمسمية بتساوي واحد على ال ال معاك بواحد على في الخنقة دي عالك الكليتر شيفت سولف وتجيب لي منها السي. تعال هنحلتها سوا. دي نحطها عالك الكليتر هتطلع معاك سيفن على توينتيتو مايكرو فاراد. الاخي باقي هتطلع على سيفن على توينتيتو بس الرقم اللي هو مايكرو فاراد يعني. اخلي بالك من النوت طيب. شوف اللي بعده. نيجي سؤال رقم سبعة عشرين بيقول لك افضى بتوين الكسود والانود من ديك البولتج بستة ستة اتنين خمسة بولت. ماشي. بيقول لك هاتلي الهاست فريكونسي. الهاست فريكونسي ده معناه عايز لامضة مينمم. مال علاقة ما بينهم انفرس. ثم اللامضة مينمم دي عبارة عن ايه? عبارة عن. على اي في. طب ما تيجي نعوض كده. معاك الاتش بسيكس بوين سيكس تو فايف. مضروبة في السي اللي هي تلاتة. على الالكترون اللي هي وان بوين سيكس في تن تو دا باور نيجيب نايتين. في الفولتج اللي هو مدالك سيكس سيكس تو فايف. تعال نحسب من هنا كده معلم مع بعض. يبقى سيكس بوين سيكس تو فايف في تن تو دا باور نيجيب سيرتي فور. الكلام ده مضروف في سري في تن تو دا باور ايت. على وان بوين سيكس في تن تو دا باور نيجيب نايتين. مضربه في سيكس سيكس تو فايف. فهي طلع لك وان ايت سيفن دوت فايف في تن تو دا باور نيجيب تول. تمام? دي كده بالميتر. كان اجيبت الويفلنس. او عايز مين بقى معلم ما هو عايز الفريقونسي. مش انا عارف ان السي بتساوي طب انا من هنا عايز الايه? عايز الفريقونسي. بل فريقونسي هتساوي سي على يبقى تروح حاطة سري في تن تو دا باور ايت على الانسر اللي هي ماشي. تعال بقى ايه? نروح حاطين سري في تن تو دا باور ايت على الانسر. هتطلع لك. اتبقى اللي جابة بي. خلي بقى لك على الكالكوليتر هتطلعت لك وان وستة وجنبها تمنتاشر صفر. طب عشان تحول الكالكوليتر بتعمل شفت مود سيفن تو عشان بس تخليها سيفن تو عشان تخلي الكالكوليتر تطلع الاجابات في تن تو دا باور. طيب لو عايز ارجع الالة بقى بتاعتي شفت مود ايت تو بردو شفت مود ايت تو. لو عايز ترجعها تاني عدية. طب بشوف اللي بعدهم. صار رقم تمانية عشرين بيقول لك ان دا عايز اللي معدية خلال البطارية. طيب واحدة واحدة. هاول هيمشي كده. ماشي. واقف عند النقطة دي. هيتقسم كده وبرانش كده. هتيجي هتلاقي ان البرانش دا كمان واقف هنا. اه لانا فيه سلكة فاضية. يبقى تعال نعمل بوينتنج مش هنخسر حاجة. دي سميها والنقطة دي سميها تو. دي سلكة فاضية تتسمى ودي عد على كده بتاعك صح جدا. بتاعك صح? عشان اكبر رقم ناحية كلها متعرفة. فانت عندك من لتو في خمسة. من لتو في خمسة. ومن لتو تحت في خمسة كمان. في خمسة كمان. عندك بقى من في خمسة. ومن في خمسة. طب من هنا تقدر تجيب الشكل ده او خمسة مع خمسة باتنين ونص. وخمسة مع خمسة باتنين ونص. اتنين ونص زاد اتنين ونص دي خمسة. يبقى بتاعتك بخمسة. طب او عايز نعوض في بتساوي اللي هي باتنشر ونص على خمسة زائد اي ما تنساش الانترنا نحط دي على كالكوليتر فهتحط على زائد ما تطلع لك اتنين امبير وتبقى الاجابة دي. اتنين امبير. بس الفجرة كلها ان انت تستنتج ان انا اشتغل طب ليه اشتغل عشان لقيت سلكة فاضي. طالما لقيت في سلكة فاضية وانا بحسب ار توتل. يبقى اروح اعجي باي? مست اسرح حاجة ليا. طبعا شوف اللي بعده. صور رقم تسعة عشرين. بيقولك كان RLC سركوت مكونة من AC سورس.透É thatati certain frequency عندي معينة. الانداكتف شرطنس lightning δي ليه لالكس الا لكس ال بستة وتلاتزين. اوم. واي اي prendiye? اوم تس امك اومك يوسطنس معندوش الكون دي معندوش امك رزيستنس. وال meinem او простaki ومديك ال اكس consigo بomination ماشي. ومدي لك ار بتمانية اوم. ماشي. مديك الافكتف فولتج مديك ال في توتل بعشرين. هو انا عايز الايه? عايز ال في ال. طب ما ال في الا هتبع عبارة عن ايه يا شباب. عبارة عن اي في اكس ال. طب هل انا معي الاي? لأ. طيب. تعالوا نروح نجيب الاي ببساطة. الاي بتساوي ايه? الاي توتل بتساوي في توتل على على ال ار توتل اللي هي في حالتي دي الزد. طيب انا معي ال في توتل بعشرين. وهلا انا معي الزد ده اقدر احسبها اه? من تواخد ان الزد في ال ار ال سي بتبع عبارة عن ار سكوير زاد اكس ال نقص اكس سي سكوير. طيب. تعالوا بقى نعوق. يبقى هنا عندك حط ال ار بتمانية سكوير زاد اكس ال اللي هيب ستة وتلاتين نقص كام اكس سي اللي هيب تلاتين. تنساش تعمل الكلام ده سكوير. اكن عندك كده كام تمانية سكوير وهنا ستة سكوير يعني يدي لك عشرة عشرين على العشرة يبقى لكرة انت بتاعك باتنين امبير او احسبها على الكالكوليتر عادي وبعد كده اتنين في ال اكس ال اللي هي ستة وتلاتين. تمام? فاتنين في ستة وتلاتين بتطلع لك باتنين وسبعين. يبقى اتنين وسبعين بس. بقى الفجرة كلها انت تتشوفه وعايزه وعايز بتاع الفي ال ما اي بتونشيل في الدنيا ايفا ار. بس احنا ناس كبيرة وعارفة ان الكويل ملهوش ار. الكويل لي اكس ال. فورتها اي في اكس ال. خلي دائما عندك الفكرة ده. شوف اللي بعده. ساركم تلاتين بيقول لك ده اوز بتوين الاي دورينج الهاف سايكل. تمام? عايز عايز طيب ماشي. هي الاي افكتف عبارة عن ايه? عبارة عن اي ماكسمم. في ساين الخمسة اربعين. صح? طيب. منا من هنا مديك الاي ماكسمم بتمانية. يبقى ممكن اقول تمانية في ساين خمسة اربعين. فتعالا نحسب على الكالكليتر كده. تمانية في ساين الخمسة اربعين. تطلع معاك سيكس. بس كده. شوف قدك الجراف والاخبطك والكلام ده كله بس احنا اتفقى ان في مدرسة كده ان زيها زيها زي عندهم واكسمم وافكتف وعادي جدا انها محتاجتش من الجراف ده حرفيا غير الاي بتاعت الماكسمم عشان اعوض في قانون بيساوي اي ماكسمم صاين الاي الخمسة اربعين. شوف اللي بعده. سعر رقم واحد وتلاتين بيقول لك. معنى ان الفولت ميتر يقرى زيرو. طب ما الفولت ميتر ده بيقرى ايه? اي فار. اي فار. حلو. انا عشان اخليه يقرى زيرو يبقى ما فيش كرة انت هيعدي في السيركت. يعني لكن هنا عايز حاجة تفتح لي الدايرة. طب انا لو عايز حاجة تفتح لي الدايرة يبقى انا كده بفكر في دايود. طيب ويفتح لي الدايرة يبقى متوصل ما اعرف ان الدايود اما يتوصل باكورد. باكورد بيبقى اكت از اي اوبن كي. اوبن كي. تمهو في الرسمة اللي قدامك ده ده الكي كلوز. يبقى هنا لازم احط حاجة تتوصل باكورد. يعني كده يبقى اهو. متوصل هنا مع عصايا نيجاتيف. وهنا مع عصايا باكورد. بالمنظر ده. يبقى انا عايز الكمبوننت بتاع هنا يبقى دايود متوصل او باكورد باياز عشان يمنع الكرند. فتبقى الاجابة دي. يبقى دي فجرة السؤال ده. خلينا شوف السؤال بعضه. سؤال رقم اتنين وتلاتين بيقولك هو انا موتور كويل ستارتي اتروتاشن فروم داينستنت اتويتش بادي ابررل. يبقى هو موتور بيبدأ بررل. دين دا فاليو هويتش ديكريس جرادولي لغاية ما يوصل بربندكلر. يبقى ايه الحاجة اللي بتقل? يبقى طيب. يبقى كده الحاجة الوحيدة اللي هتتأثر اهو هتقل ليه بتورك. طب. انا كاعرفت الجابة الصح. عايز اعرف ان ما تيجي ندردش مع بعض كده نفهم ليه البقى غلق. طيب. بي. في معلومة كده المستر الهالك قالك ان المجنيتك فورس اللي اصلا وحلين عليها اسئلة. تمام? هي دايما ماكسموم. سواء هو حصل لف. يعني هو اصليم الساعد كان بدأ عليه ماكسموم. لف اللفة هيفضل ماكسموم ويفضل يقطع فلاكس. طيب. فكده بي ما تنفعنيش. نيجي عندي سي. دي ملاش دعوة بحركة الكويل. ده بيبقى بتاعة الفيلد اللي ماشية من الان الاس. تبقى معتمدة على الماجنت. طيب. فدي ما تنفعش. طيب. ليه ماينفعش? الماجنيتك دا بالمومنت اصلا ما فيوش علاقة بالزاوية. الماجنيتك دا بالمومنت بتساوي ايان. وهنا التغير اللي حاصل كان متغير في سيتا. تمام? فايا دي فكرة الايه? السؤال ده. خلي بالنا انها فكرته خبيسة شوية. طيب بتشوف اللي بعده. سؤال رقم تلاتة والتلاتين. بيقول لك فور الكتريك كاباستورز ار كونيكتد توجادر. افزا توتال كاباستنس. مديك السي توتال. باربعين مايكرو فارد. هاتلي السي. طيب واحدة واحدة. خلينا نخلص من البيعيد دول. دول متوصلين. صح? المائة وعشرين والمائة وعشرين دي بقى اعملهم معاملة البرل فممكن اشيلهم وحط بدالهم كاباستور بستين. النص على طول. طيب كده شلتهم وحطيت كاباستور بستين. وهنا في عشرين. ودي كده الكاباستن سي دي. وانا بقول لك ان السي توتال عند النقطتين دول. انا بديك السي توتال لانا باربعين. وعايزك تجيب للسي. اعتقد كده بقيت سهل. طب هنا الستين والعشرين متوصلين بارل. عاملهم معاملة الاي اعملهم معاملة السيريس. هو بيسأل يعني بيختبرك هناك تبع عارف حتة ان في السي. البرل سيريس والسيريس ايه. فالعشرين بارل مع السكتين. بعملهم معاملة سيريس. يبقى انا ممكن اشيلهم وحط بدالهم كاباستور تمانين. يبقى تمانين مايكرو فاراد متوصل مع كاباستور سي. وانا جيت قلت لك هنا ان السي توتال بتاعتك. بتاعتك بقيم باربعي. فمعنى كده ان الكاباسترز دول دول متوصلين عاملهم معاملة يبقى تمانين في سي على تمانين زائد سي الكلام ده يديك اربعين. طبعا من هنا تجيب السي بتطلع معك السي بتمانين مايكروفراد. بس كده تبقى الجابة سي. معادية مش صعبة هي بس لازم تكون شاطر في الحتة دي عشان يجي عليها سؤال في الفاينل ان شاء الله. لقى حتة ان في السي بعمل بررر سيريس والسيريس اي بررر. طبعا نشوف اللي بعد. بقول لك ده ابزت فيجر. اف ده ماجنيتك فلوكس دينستي. عايز الماجنيتك فلوكس دينستي عند الاي? عند السنتر. طيب. ده كويل. فبي بتاعته ايكوال مونيتر. طيب هي القصة كلها هنا في ايه بقى? اول حاجة النمبر اف ترنز. هاخد ايه? سيتا على تلتمائة وستين. نمبر اف ترنز بتاعتك هتاخد الايه عشان تجيب الان. سيتا على تلتمائة وستين فهتحط السيتا. زود القطع ايه? يبقى ستين على تلتمائة وستين. واتجيب لي منها الايه? دي اول تركاية. ستين على تلتمائة وستين. هتطلع لك واحد على ستة. كده خلصت من النمبر اف ترنز. طيب. تانية ركاية الريديس بس خلي بالك انها بالسنتيمتر. طب هنا نيجي نعوض البي بتاعتك هو مدده لك بفور بواي في تنتو دا باور نيجد في سبن. النمبر اف ترنز بتاعتك واحد على ستة. الكارنت هو مددولك في الرسمة على الاليفن. اهو. تمام? اتنين الريديس الريديس بيكان بتين سنتيمتر. ما مشتغلش بالسنتي يبقى في تنتو دا تسلا. تبقى الاجابة ايه? بها دي فكرة الايه? السؤال دا. هلنشوف السؤال اللي بعده? شاء رقم خمسة وايه? تلاتين. بيقول لك امونو كروماتيك لايت. ري فول انا سيرفس متى. سوزا الكترون ار بارلي اميتد. يعني تلعو بالعافي. اف دا فريقونسي اف دا انسدنس ديكريز تو كوارتر ايتس انشيال فال. فهم هو هنا عايز يقصلك ليه? عايز يقول لك انها في الاول كانت نازلة اد في اد اد فريقونسي كريتكل. فاتنوبك طلعت الكترون الليで هما كانوا عايزين على الشيرفس عشان ومخرجوش. ما عتمش كائنيتا كانارش. طب اقول لك انا دلوقتي ان الفريقونسي من الاخر قلت للربع الكترونسي اقل من الفريقونسي كريتكل. دا اللي انت هم مفروض تسنتجو من السؤال. طالما الفريقونسي بقت اقل من الفريقونسي كريتكل. يبقى نوع الكترونز ايه? حميت. عشان الفريكونسي الشرط الاساسي ان الفريكونسي لازم تكون اكبر من الكريتك. انا اقل فما فيش الكترونز طيب. نشوف اللي بعده. صار رقم ستة وتلاتين بيقول لك اجروب من الاسئلة المشهورة بقى. اجروب ايكوال بتاعتهم بمية. طيب. كان في قانون كده في حالة كنت واقول ان بتساوي اين في ار. والان دي هي عدد هو قال لك يعني عشرين 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 مثلا او تلاتين 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 والان ده عدده. فانا بقول لك هنا اول وهم متوصلين يبقى المية بتساوي ان في ار. دي كده اول ايكواشن. طيب. اما جيت وصلتهم كان قانون بتاعتك بقى ار على ان. هو بيقول لك اما وصلتهم الار توتل باربعة يبقى اربعة بتساوي ار على ان. دي كده تاني ايكواشن. طيب. لحد هنا خلاص يا شباب شكرا الفيزيكس خلصت. كده هتحل ماس اتنين اكواشن في اتنين اقنون. تعال نشوف هو طالب ايه. هو هنا طالب. هنا عايز بتاعت الار. طالما عايز بتاعت الار خليك زكي بقى. يبقى تعالى من هنا قول ان الان بتساوي مية على ار. عشان تروح تعود بيها في اكواشن تو. انزل بقى عود في اكواشن تو. يبقى الاربعة بتساوي ار. شيل الان وحط لي بدالها مية على ار تحت اللي تحت هيطلع فوق. بص من اول هنا ممكن ترميها على المصاليح معاك اهو. وهتطلع الاربعة عشتين. عايز تحسب شوية ماس عايز ما فيش مشكلة. تحت اللي تحت هيطلع فوق. وتبقى ار سكوير. يبقى ار سكوير على مية. تمام? المية تروح الناحي التانية بالمالتبولاي. يبقى ربعمية. يبقى ار سكوير بتساوي ربعمية. ودي روت للكلام ده. وطلع لك الاربعة عشتين. طلع لك الاربعة عشتين. فانت ممكن تحلاش اسهل واسع. طيب. شوف اللي بعده. سؤال رقم سبعة وتلاتين. الحاجات اللي انت لازم تبقى عارف عن ان الهيليوم نين ليزر البين بتطلع فين? بتطلع في. نجيب اخدينها واحنا شابتر ليزر شابتر سبن. ان الهيليوم ليون ليزر بيطلع في. تمام? طيب. شوف اللي بعده. سؤال رقم تمانية وتلاتين. بيالك the opposite figure. عند the choir of H is placed perpendicular to the plan of the page. تمام? حلو. and the electric current directed into the page. كلام جميل. so the magnetic flux dynasty at point B عند نواتل B كانت H. if the magnetic flux dynasty for the horizontal component of the earth is H بردو. عايز the direction. يبقى كده عند نواتل B هتبقى بكام. طيب. واحدة واحدة. انت هنا. بيقول لك. يعني بيلف في ايه? يبقى كده اعمل دايرة هو معلم. الكارنت بيمشي هنا. يبقى هنا عامل قرسم خط نازل لتحت. نازل لتحت. طيب. ده بالنسبة النقطة دي. يبقى الدايرة بتعمل على النقطة دي خط بالمنزر ده. طيب. وانت هنا بقى عندك ايه? يبقى عارفنا بواحدة. ماشي? واحدة واحدة. يبقى انت كده عرفت الدايريكشن بتاع الكويل. الواير سوري ده هنا الدايريكشن نتحت. وهنا الدايريكشن بتاع الارس لفوق. طيب. يبقى كده البي توتل عند نواتل بي بتبقى عبارة عن بي وان هم عكسة بعض في الدايريكشن ماينس بي تو. طيب انا جيت قولت لك ان الاولاني ده اسمو ايتش والتاني ده اسمو ايتش. ف ايتش ماينس ايتش تدي لك زير. تبقى الاجابة ايه? هي القصة كلها ان انت بس تعمل بايدك. تعمل هنا بايدك. فتعرف ان الكارنت ماشي كده. او انت تبقى عارف ان اكس وكلوك وايز. وتعمل هنا تقف عند النقطة دي. دايما في الدايرة طالما بقى الواير موضوع سري دي باشوف النقطة دي ارسم عليها تانجنت على حسب بتاع الكارنت. فانا جيت لقيت بتاع الكارنت هنا لتحت والفاليو بتاعته وهو مديك الارس جرافيتشنل مديه لك باتش والديركشن بتاعها ايه? اللي فوق. فبقى كده البي توتل عند النقطة دي واحد فوق واحد تحت هنعمل لهم ماينس يبقى في باير ماينس بي ات. نقص البي ارس. فاتش نقص ايتش ايكوال اي زير. ففكرته سهلة يعني بس ايه محتاجة لتركيز. نشوف اللي بعده. هي سيقى رقم تسعة تلاتين بيقول لك في حالة الفورورد. في حالة الفورورد. يبقى البوستف لازم متوصل مع البوستف والناجتف متوصل مع الناجتف. طب يبقى كده البوستف هنا هيجي حل? وهيحصل ايه? مفروض يحصل هنا بوستف مع بوستف هيحصل فالالكترونز يتحرك كده. وناجتف مع ناجتف يحصل هنا فيتحرك كده. فدي تنفع. يبقى الوحيدة اللي تنفع هي دي. فبتاكينا تأكد ليه الباقي غلط? هنا بص المفروض يعمل لجوه هو هنا لا ده تحرك لبره فايه ما تنفعش. بي تنفع بس الان بتاعتها ما تنفعش ان الان المفروض يتحرك لجوه عشان يحصل منها هو اطلعه للبره. وسي ما تنفعش عشان برضو المفروض كان يعمل مع بوستف لجوه لكن هنا هو وطلعوا ايه بره. فالوحيدة اللي تنفع هي ايه دي. فهي دي فكرة الايه? السؤال ده. طيب. مش رح السؤال. سؤال رقم اربعين بيقول لك اه سليندريكل سولونايد اللينس بتاعه. عشرين سنطي. يبقى عشرين. حلو? حلو. والاريا خمسين سنتيميتر سكوري يبقى خمسين في تنتو دا. انا على طول بحول عشان اشتغل بالاركام الكبيرة. النمبر بتاعتك متين. والكارنت بتاعك باتنين امبير. وميديك الكارنت فانش. ميديك الدلتا. اه ميديك الدلتا تي بزيرو بوينت وان ساكن. عايز عايز. طب نهال بتاعت السليند دكاي الواحد بيبقى دلتا اي على الدلتا تي. دلتا اي على الدلتا تي. طب نبص هنا انا معيشي الال. معايا الاي باتنين ومعايا الطايم بزيرو بوينت وان اجيبي الال ازاي? اول ما تلاقى اعطلت وشايف الايه وان يبقى الايه منال منال. بس هي قصة كلها ان انت تربط القانونين. فانت معاك الميو بفور باي في تنتو دا بار نيجد في سبن. الاريا خمسين في تنتو دا بار نيجد فور. واللنس عشرين في تنتو دا بار نيجد فور. تعال نحسبها سوا. ماشي. سابها سريعا كده. يعني فور. تنتو دا باور نيجد في سبن. الكلام ده مضروب في متين. سكوير مضروب في خمسين في تنتو دا باور نيجد فور. على توينتي في تنتو دا باور نيجد فتو. حلو. هتطلع لك من هنا الايه? الال. بتاعتك هتطلع بكم? بزيرو بوينت زيرو زيرو وان تو فايف. خد الانسر. اضربها في اتنين على زيرو بوينت وان. هتطلع لك زيرو بوينت زيرو. تو وان فايف اللي هي. تو بوينت فايف في تنتو دا باور نيجد فايف. تو بوينت فايف. اللي هي اكوال. تو بوينت فايف في تنتو دا باور نيجد فتو. بقى الفجرة كلانة بس انت تربط منال بلايت. طيب شو سهل بعضه. لسهر رقم واحد واربعين. نقول لك ايف دا كونسنترشن اف دا هولز للبيور سيليكون. الكنسنترشن بتاع الهولز. ان بتاعتك الان هوي. ماشي. او البي خليها دلوقتي البي. بس اللي هيقول لك لان نتزميها الان هوي بعد كده. عشان بيقول لك بعد كده. تمام? افتر ادنج سم امبوريتيز اف ان الكترون. بقى. هو كده. يبقى كده اللي حصل للبي قلت. الكنسنترشن بتاعها قلت. فيبقى كده هيبقى تمور ان طيب. يبقى كده عشان بقى انا كده استنتجت ان الان اكبر من البي. طالما الان اكبر من البي همعلم. يبقى كده بقت اي? ان طيب. يبقى كده بقت ان طيب. فان طيب ده بتاع الامبوريتي يبقى خمسة يبقى انا بدور على من او فوسفرس. يبقى كده بورون والامينيوم دول الاختيارات في شنك. فهي ايا ايا سي. كلام جميل. طيب. فقانون الان طيب. كنا بنستخدم ايه? كنا بنستخدم ان الان هو عايز بتاع الفري الالكترون بيساوي على الان اي. والان اي دي هي مين? هي البي. لان انا كنت مسميها فولي انا ايا. تمام. فانت كده عندك هتروح حاطة تعمل لها على ان هو بعد ما ادنج الامبوريتيز بقت تين تو دا باور ناين. هحط دي على الكالكوليتا اللي هتطلع لك تين تو دا باور سيرتين. تبقى الاجابة بتاعتك هي ايه? بقى دي فجرة السؤال ده. ان انت اول حاجة عاري استنتجت كده ان الكنسنترشن بتاع الان اكبر. فكده بقت ان طيب. فهي كده بقت يا فوسفرس. طب مع كده روح تعوضت في القانون بتاع الكنسنترشن فري الكترونز في حالة الان طيب. لو هوا الان بتساوي ان اي سكوير على ان ايه? اكسيبتر بالماينوس. طب الان اكسيبتر اهو. بقى التين تو دا باور ناين. والن اي اللي هي تين تو دا باور ناين. عملت لها سكوير. طيب. دي فجرة السؤال ده. تشوف اللي بعدهم. شعركم اتنين واربعين. ما الاسئلة الحلوة حلينا زيه قبل كده. في الامتحان الفات. بس كان مغير الكيزة عاملة ازاي طيب. عندك اتنين سويتش. والاوتبوت يبقى انت كده طلع اعمل صغير. امبوت واوت. امبوت. واي اوت. اوي. ماشي. الانبوت عندك في مين? اي? وبي والاوتبوت عندك في سي. طيب. تعال انجرب. هي بس المعلومة لازم تبقى عارفة اما الكي يبقى كن المفتاح بزيرو. لو الكي يبقى مفتاح بوان. طيب. تجرب مرة اقفل اي? خليها وخلي بزيرو. خلي البي بزيرو. طب اما ده يتقفل. وده يبقى يعني كن السلكة دي مش موجودة. سي هتنول. ماشي. طب تجرب اعمل العكس لو عملت العكس زيرو وان هتندي لك برضو ايه? وان. طيب. لو جربنا نقفل اللي اتنين وان وان. ايه اللي هيحصل? لو قفلت دول دي هتبقى سلكة فاضية فالسي مش هتنور. طب لو خليتها زيرو زيرو. لو كانت زيرو زيرو لو فتحت المفتاحين كان انت هيعدي في السي عادي لكن السلكة دي مش موجودة. فهتدي لك وان. شوف بقى خلاص ارمي السيركت في الزبالة وشوف مين في الرسومات دي تحقق لي ده. طيب. انت هنا بتقعد تجرب. بس تعالى كده نشوف مسلا مع بعض تعالى نشوف آآ سي و ايه? تعالى نشوف سي الاول. دخل لي مسلا وان وزيرو وان وزيرو. عند انت تتدي لك زيرو. بس الزيرو دي هتعدي على نت فاتحولها الواحدة. بكل كده اول سطر متحقق. طيب. تاني سطر برضو نفس الفكرة زيرو وان هتدي لك زيرو بعد كده ان زيرو دي تحول نت فتاني سطر متحقق. طيب. تالت سطر دخل وان وان. وان وان انت كده هتطلع لك وان. بس نوت هتحولها لزيرو. ففعلا كده اتحقق برضو. طب تعالى نأكد الاخيرة زيرو زيرو هيطلع لك زيرو بس نوت هتحول الزيرو لون. فحزي حلو من الاول سي طلعت ايه? نفع معي. طيب. ممكن تجرب حاجات تانية هتليقى فاشلت. يعني مسلا تعالى نجرب دي. المفروض الباقي كده كله غلط. تعالى نجرب دي. لو دخلت وان وزيرو هتطلع ون وبعد كده دي هتحولها لزيرو كده محققتش اول واحدة. فكده دي دي برضه. طيب. ايه دخل ايه بون وبي بزيرو. فكده دي هتتحول لزيرو. والبي زيرو هتتحول لوان. عند داخلها زيرو وان تطلع زيرو. فبرده محققتش. يبقى كده ايه محققتش. بس يبقى هوا الموضوع زال البازل. هي الفكرة كلها بس ان انت هتحول للرسمة الجيفن اللي قدامك دي. عرفت تتحول القصة دي هتلاقي الموضوع بعبيد جدا. طيب نشوف اللي بعده. سؤال رقم تلاتة واربعين. بيقول لك ان هو يتشوف مين في دول? اللي اربعة اوم داخل لها فور فولت. طيب. هنقعد نحسب هاي فقار يا جماعة. فالموضوع عبيد. تعال نبدأ مسلا بسي. هنا اتنين في تلاتة دي كده ستة فولت. ودي كده اتناشر فولت. فكده دي ما تنفعش. انا عايز حاجة اللي اربعة اوم يكون عندها اربعة فولت. طيب. هنا دي اربعة وعشرين فولت. ستة فاربعة. فكده دي بره. هنا التلاتة هيتقسموا ايه? التلاتة يتقسموا واحد تحت. واتنين فوق الصغيرة تاخد كبير. طيب ما كده اربعة في واحد باربعة فولت. كده انا حققت الشرط. واتنين في اتنين باربعة فولت. يبقى كده اللي جابه بيه. كده الاربعة وهم اهيه? اكلت اربعة فولت. بس كده. هنا انا عملت. قصة تعال نداردش مع بعض كده. انا هنا عشان كات ريشي وسهلة. فقلت ايه? عشان انها ريشي وسهلة. فقسمتها اتنين لواحد. طب لو كانت صعبة شوية ساعتها نبدأ نعمل عشان في ناس كتير بتلغبط فيه. فناخده بالمرة معنا في السؤال ده. وهنا التلاتة. انا عايز اتنين اوم هنا وهنا اربعة اوم. طيب. انا عايز اللي في الاربعة اوم. طب ما هو في الفور اوم. نستخدم القانون بتاع. بيبقى عبارة عن ايه? تاخد اللي هي التلاتة في ال 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 نيجي سواركم اربعة واربعين من الاسئلة الحلوة اللي فيها فكرة بسيطة. تمام? هخليك هنا تستخدم كومتون افكت وانشتاين لو اللي اتنين. فدي حلوتها. بيقول لك اسيومنج دا سكاتر دفوتون ان دا كومتون افكت. يبقى المسألة هنا جزءها كومتون افكت. طيب. ايه قوانين لكومتون افكت? مش هنعرف اتش فريكنسي. زائد. زيرو. بيساوي اتش فريكنسي داش. زائد الكينيتك انرجي. طيب. تعال نطبق على الحتة دي. طيب. هو هنا الكينيتك انرجي بكام? كانت بفريكنسي. حلو. والسكاتر ده كانت بزيرو بوينت ناين فريكنسي. زائد الكينيتك انرجي. فانا من هنا ممكن اجيب الكينيتك انرجي. هدي انا حتانية بالمينوس. تمام? فهتيطلع لك كده الكينيتك انرجي بزيرو point one. zero point one. ما كده عرفت ان الكينيتك انرجي اللي جاي عن طريق الاكس ب zero point one. طيب. ده كده جزء كومتا. طب واحدة واحدة. خد بقى الاسكاتر دي دي نازل لقيتها نازلة على متاليك سيرفس اوف وورك فانكشن zero point four. طيب يبقى كده لازم نروح نستخدم اينشتاين. ما بتساوي زائد كينيتك انرجي. طب انت كده معك الانسدنس ب zero point nine. وانا مديك ب zero point four. زائد الكينيتك انرجي. طب من هنا اجيب الكينيتك انرجي ب zero point five. هتقول لي طب الاتشات والفريقونسي ما خلي بالك انه ما الاتش فريقونسي هنا هتطير مع الاتش فريقونسي هنا فبقى الارقام zero point nine zero point four. طيب ببقى اعرفت الكينيتك انرجي ب zero point five. ده اللي جاي نتيجة واي. طب هو عايز بقى مين? واي. عايز اكس على واي. فهتحط ال zero point one على ال zero point five. فهتطلع لك one over five. دي فكرة الاي? السؤال ده فكرته حلو. طيب شوف اللي بعده. نيجي لسؤال رقم خمسة اربعين. بقول لك ايه زادت. طالما الاي زادت مش كده كده بيتكون ايه? بيتكون باكورد. طيب بيتكون باكورد ده مع الاصلي ولا ضد الاصلي ضد الاصلي. طب يعني ايه? الاصلي هنا كان ايه كان يبقى انا ده ضده يبقى هيعمل دوت. يبقى انا هيعمل مع الاريا. صح? يعني اللي عنده اريا كبيرة هو اللي هيفرض كلمته او هو اللي هيفرض سيطرته ويفرض بتاع الكرنت. فانا كده مش هشتغل على الصغير ده. يبقى كده انا هنا معي ايه بقى? يبقى انا كده اللي هيمشي كلمته. الحتة دي. طب الحتة دي فيها بيمشي ازاي? احنا اتفقنا خلاص بيمشي ودت دي يعني طيب يعني من دي الى سي عكس عارف الساعة من دي الى سي. كمل بقى مع اللفة من دي الى سي ومن بي الى اي عشان يبقى عكس عارف الساعة. يبقى اللي جابة الصح تبقى من بي الى اي ومن دي الى سي. ففكرته حلوة ان هو خليك تفكر في حتة والفورورد مع بعض وخليك تفكر في حتة الام اف والاي والاري. طيب نشوف اللي بعده. ميجي للسؤال رقم ستة واربعين بيقول لك الويت بتاعه ميديك الاف بوان يوتو. طيب. طالما هنا انا كلنا هنعرفوا اني اف ايقوال بي اي ال. كلام جميل. هو عايز مين? عايز في. ونفس الوقت اعرف ان ال في ايقوال اي في ار. طب هلا انا معي الاي? لأ. طب هلا انا معي الاي برضو لأ. طب ما تيجي نستغل الموضوع ده. انا هنا قلت لك الاف بواحد والبي بزيرو بوين تو. تمام? ويه الاي? انا مش عارفها. ويه الاي انا مش عارفها? طيب. ما تخليك كده زكي? تعال انا نوقف الاي لوحدها. انا عايز اي من هنا. انا كل افك والبيل دي معمولة لي عشان اجيب منها اي وعود بيها هنا. كلام جميل? طب ما تيجي توقفلي الاي لوحدها. بس عقائتها كده الاي هتساوي. ودي زيرو بوينت تو ال 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 ناحية التانية بالدفايدة دي وهو انا على زيرو بوينت تو ال. يعني ممكن اقول خمسة على ال. ده كده ال كان. اه فيها سنة بس مقبولة. ماشي يبقى كده ده الاي. طب مش هنعرف ان في اقوال ايف ار. ماشي. طب متعالية كده عند ال ار. مش هنعرف ان ال ار بتساوي لنس على اريا. شوف انا اديتك الجيفن ايه بقى ان الريزيستيفتي اد الاريا. ريزيستيفتي اد الاريا. يعني دي هبطير مع دي. يبقى ال ار بتساوي ال. ال ار كده ايقوال ال. شوف? ده الاستنتاج التاني من معلومة ان الريزيستيفتي ايقوال اريا. خلاص كده معلم. تعالى نعود. يبقى ال اي كانت خمسة على ال. والار عبارة عن ال. طير ال ال مع ال. يبقى فيها تطلع لك بخمسة. فيش احلى من كده. رابطة قانونين او تلت قوانين ببعض. فيها سنة هي بس محتاجة واحد ايه? يكمل مع المسألة ما يتخضش. يبقى يعرف ان الريزيستيفتي ايقوال اريا. ساعتها ان الريزيستنس كده هيساوي اللينس. فكده اللينس اللي جاي من الكارنت هيطير مع اللينس اللي جاي من الرئيه من الريزيستنس. ففكرته حلوة. ومس صعب. نشوف اللي بعده. شعر رقم سابعة واربعين. خلاص بدأنا في الاربعة سئلة بتقول المقالي. كلها كان وكاباستور وريزيستور. يبقى تعالي نفسي مش هنفسر حاجة. يبقى اندكتور وكاباستور وريزيستور. متوصلين بهوت واير اميتر كونكتد تجيذر ان سيريس. وعندك هوت واير اميتر. ومتوصلين مع ايسي سورس بالمنظر ده. كلام حلو. ماشي. انا بقت في حالة بقت في حالة بقت في حالة بيقول لك اه قل لي ايه لا يحصل للي هوت واير اميتر لما حطت جواه ايرون رود. طيب. واحدة واحدة. هم في الاول يبقى في الاولしょه كانت في طيب ما هو عندما في الهوت واير اميتر ده كان بيعرى اعلى حاجه ليه. مابقى في الاول كان بيعرى ايه ماكسمل طيب. ايه التغير اللي هيحصل? بيقول لك هدخل طب ما هو 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 يزود البان طب ما هو 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 ويزود البرماوبيلتي. طب ما كده اما تزيد. مش كده ال L هتزيد. وطالما ال L هتزيد. يبقى ال x L هتزيد. فكده ببقت ال x L مش قد ال xZ. فكده رجع. في زد تاني. فجب. فى الاول فعلت كان هنا بقى في زد. حلو. يعني كده زادت. فايبقى الرودي بتاع الهوت ويقل. الرودي بتاع الهوت وير اميتر هيقل. يبقى انت كده هتقول له الرودينج اللي هيحصلله هيدكريز. طب ليه هيدكريز? عشان انت اما تضيف. اما تضيف او رد هتزيد. فالسلف هيزيد. فالايكس ال هيزيد. فما الايكس ال هيزيد ما بقيتش. فبالتالي يرجع لي كان عندي ار بس. فبقى عندي زد. فالزد دي معنى كده ان زادت. فما تزيد. فبالتالي الهوت واير اميتر هيا. مكنتوى صائع. شوف اللي بعده. رقم تمانية واربعين. بيقول لك ايه? عندك two parallel straight wire carrying no electric current where a compass is placed between them and when a current of اتنين امبير في is set up to be directed upward. بقى عندك فجأة اتنين امبير هنا. تمام? في واحد. the compass needle has deflected certain direction. what does the direction بيقول لك بقى اول حاجة. what does the direction in which the compass needle آآ وضح. تانية حاجة بيقول لك المجنيتود والدائريكشن لو if set up through wire two. الكمباس نيدل هترجع ليه الفرز سفزوش. طيب الموضوع هنا موضوع neutral point. تمام? طيب. واحدة واحدة. تعال نجاب على السؤال الاولانية. بيقول لك معناه ايه? ان الكمباس اتحرك ناحية الديريكشن ده. ده معناه ان البي توتل ناحية يعني ده معناه كده ان بي وان اكبر من بي تو. في الاولانية. هلو? فده معناه كده ان الريزولتنت او البي توتل بتاعتك. الريزولتنت عند الايه? الواير وان. ماشي. طيب اولا يمشي كلمته. ده كده اجبت السؤال اولانية. السؤال التاني بيقول لك what is the magnitude and the direction of the current? that if set up through wire two يخلي الكمباس يرجع للفرز ستبوزوشن. يعني من الاخر عايز الكمباس يرجع في يبقى لازم. نفس الفاليو واوبزتن ايه? in the direction. يبقى كده اما تعمل امبير اتندرول من الاخر عايز بيقول لك خليلي دي فانت الواير ده وانا عندك بيعمل هنا اكس. بيعمل في النقطة دي دوت. فانت انا عايز يعمل اكس. فيبقى عايز يعمل اكس بقى تماشي لفوق. عشان يعمل هنا اكس. بقى انت كده عايز يبقى ابورد. ابورد. دي اول حاجة. تاني حاجة والفاليو بتاعته تكون اتنين امبير. عشان توصل لي ما هو اصلا كان نيوترل. بوينت كان اللي هو يوصل لي ان الكمبس. دي يعرفتها منين? ببص الواير ده لقيته هنا عامل دوت. يبقى اعايز الواير ده يعمل اكس. فهيعمل اكس ازاي? عملت امبير رايت اندرول فلقيت بتاعه. بلازم اكوال كماجنيتود يبقى اكوال والديريكشن بتاع يكون ان واحد بيعمل اكس التاني يعمل دوت. بس. اه دي فكرة ده. شوف اللي بعده. شرق رقم تسعة واربعين. بيقول لك the object figure show a connection way from the terminals of y. تمام? عندك a restate x and y and z and the two identical battery electric cell. ماشي. determine the magnetic polarity of the end of the restate coil x and y when the electric current pass through it with explanation. طيب واحدة احنا ممكن نرسمها ازاي? انت عندك بطارية هنا. ادي البطارية. واضح ادي فيه هنا السلونويت بتاعك. ماشي. وينزل هنا. وادي البطارية التانية هي. حلو. متوصل بالمنزر ده. وعندك اللي هو ايه? زد. اقصده السلايدر ده اللي هو الزد. دي الزد. انا عملت له ريدرو بس. دي الزد. ودي الواي. ودي الاكس. تمام. هو هنا انت شايف ايه? البلاس هنا. الكارنت ده طالع من هنا. يعني البوستف والبوستف هنا بيتقبلوا. البوستف والبوستف بيتقبلوا. تعرف هنا الرخامة في ايه? ان هنا اكنهم تو سولونايدز. هايبقى ايه? لو جينا رسمنا رسمة السلونايد بالتكبير كده. دي واي. دي زد. فانت طلع لي الكارنت من هنا. عند السلايدر هيخش كده. ساعتها. الكارنت هيجي من ناحية وي. يمشي كده. بالمنظر ده. لو اطبق ايدك اليومين فيتكون هنا ايه? بطني ايدك يتكون هنا ان? يتكون هنا اس. حلو. طيب. ولو جاي من ناحية اكس فالكارنت هيجي يمشي العكس. هتلاقي يتكون هنا اسهم لفوق. يتكون هنا. تكون لا اسهم لفوق. فبقى كده تعبس نرسم السلونايد موضحينه اكتر. ماشي. ودي ودي نقطة واي ودي نقطة ايه? اكس. بحنا اتفقنا من ناحية واي. هتمشي مع البطارية من ناحية واي. فهتلاقي الكارنت ده هتلاقي من هنا. بالمنظر ده كده. ثم اتطبق هتلاقي بطني ده يتكون عند النقطة دي ان. ويتكون عند النقطة دي اس. اس اللي هيك لو جيت مشيت من البطاريات التانية ساعتها هيمشي كده. ويدخل. ويبقى هنا طالة. ناحية دي طالة. بتحط بطني ده هتلاقي هنا تكون ان وهنا تكون اس برضو. يبقى كده عند اكس وواي بيتكون بيتكون اس. والاس دي معناها يبقى الفكرة كلها بس تخلي بالك من الرسم. طبعا حاجة زي كده صعب انها تيجي او عشان فيها فكرة ومحدش هيجي في دماغه الاتنين او. يكونوا اس. في ناس هتقول لك طالة ناحية كونت ان التانية تكون اس. عشان كده هو اصلا عاكس الايه? هتطلق بطارية هنا وبطارية هنا. هنخلي بالنا من ايه من النقطة دي. شوف السؤال البعض. نيجي لاخر السؤال معنا في الامتحان ده. بيقول لك ايه? بقول لك ده وبزا تفجر عندك كولوجي تيوب. اكس بلين بريفلي هاو ذا الكتريك انرجي ان دا كولوجي تيوب is converted ازاي الالكتريك بتتحول لالكتروماجنات. اللي هو من الاخر هتشرح له ازاي بتشتغل. طيب. انت هتقول له ايه? الالكتريك انرجي بتدخل في الفليمنت. الفليمنت دي بتتحول ليه? كالب? فهتطلع الالكترون. الالكترون دي عندها كاينيتك انرجي. تفقنا بقى. وبسبب الفرق ما بين التارجت والفليمنت هيحصل كولوجين. تمام? فهيحصل كولوجين ان هو الالكترونز ازاي تطلع من هنا هتخبط في الالكترونز بتاعت بتاعت التارجت متيريل. فهيحصل ما بينهم كولوجين. فلما يحصل بينهم كولوجين هيبدأ يطلع ناتيكت الكلوجين ده. يبدأ يطلع راديشن اللي هي الالكتر ماجنيتك. بس كده. انت هتقول الكلام اللي انا قلته ده بس بشوات انجليزي بقى انت اتعرفه. بس هو موضوع بسيط. هتقول ان الالكترونز دخلت في الفليمنت اتحولت لسيرمل. فالسيرمل ده هيخلي فيه الالكترونز تطلع من الفليمنت. وبسبب ما بين التارجت والفليمنت هيحصل ايه? الالكترونز اللي تطلع ديه بكاينيتك انرجي. هتخبط فيه الالكترونز بتاعت التارجت. فيحصل ما بينهم ايه? عايز بقى تبقى جامد تقول له حتة وحتة. تمام? ان في واحدة تعمل انما في بتفضل تدخل لغاية مصرعتها تقل. الممكن تزودها عادية فيش مشكلة. فنتيكت بقى الكلوجين دي بيحصل. الرادياشن دي هي مين? الرادياشن بتاعتك هي الالكترونز. كده انت كده حولت من الالكترونز لالكترونز. مجلد. ما دي فكرة الايه? بشكل ده. كده يا شباب نكون خلصنا الامتحان الرابع. هارب تكونوا بتستفادوا بالفيديوهات دي. اي حد عنده اي مشكلة يبقى على الواتساب. وشكرا لك واشوفكم في الامتحان اللي جاي.